نظمت سلطة التشريعية لمملكة البحرين الندوة النقاشية الافتراضية حول التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ترأستها معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب تأتي هذه الندوة التي أدارها سعادة العضو صباح الدوسري عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية وشارك فيها سعادة النائب عبدالرزاق حطاب عضو مجلس النواب وسعادة المستشار راشد محمد بنجمال أمين العام لمجلس النواب بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر وما بعدها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد ركزت الندوة الافتراضية على محورين أساسيين هما دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وانعكاس جائحة كورونا عليها ودور سلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية قد شارك بالندوة عدد من أصحاب السعادة من دول مجلس التعاون إلى جانب عدد من المسؤولين في الأمانات العامة بالمجالس التشريعية الخليجية وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين ومسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين أهم التوصيات هو معالجة الخلل والنتائج التي ظهرت على هذه المؤسسات الصغيرة والموسطة لأن الأعداد التي فيها كبيرة من الموظفين ولا يمكن استعابهم بسهولة لو قدر الله لو تم تسرحهم لذلك يجب وضع حطط استباقية هناك تشريعات بتكون حزمة مالية ودعم أنشطتهم وتجنبهم في المستقبل لقدر الله لو كانت في ظروف صحية ثانية أو اقتصادية سوف تأثر عليهم نتمنى أن الاستقرار لهم والله الحمد لدينا قيادات في دول مجلس التعاون دائما تحث على دعم هذه المؤسسات ترجمة نانسي قنقر